رغم حاجة الفلسطينيين المسى للإغاثة، إلا أن المساعدات الإنسانية تم إيقاف تسليمها عبر معبر رفاع الحدود مع مصر، وذلك بسبب تعطل أنظمة الاتصال في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، حسب ما صرح به مدير الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين. وأكدت شركة الاتصالات الفلسطينية الرئيسية أن النقص الحاد في الوقود أدى إلى قطع جميع شبكات الأنترنات والهاتف، ما تسبب في عزل مليوني وثلاثمائة ألف شخص من سكان غزة المحاصرة عن العالم الخارجي بشكل كلي وعن بعضهما البعض. وفي الوقت الذي أصبح الفلسطينيون يفتقدون فيه لأدنى أساسيات الحياة من غذاء ومياه للشرب. كشفت المتحدثة بإسم الأونروا أن الكيان الصهيوني بات يستخدم الوقود والمساعدات الإنسانية كسلاح حرب وحصار ضد الشعب الفلسطيني المضطهد. الفلسطينيون اليوم يعيشون جحيما ويتعرضون للمجازر وعمليات القصف والتقتيل منذ أكثر من سبعة أسابيع نتيجة العدوان الصهيوني، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 11.470 فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال. بالإضافة إلى إحصاء أكثر من 2700 مفقود وفق ما أعلنت عنه السلطات الصحية الفلسطينية.